كان أول لعب موريتاني في التاريخ بيفوز بدورة أبطال إفريقيا لعب للأهل والزمالك ولسه مكمل مسيرته حتى الآن كلام عن المهاجم دومينيك دي سيلفا مهاجم الأهل السابق هنسترجع الزجريات مع بعض ونعرف قدي مين مع الأهلي وعمل إيه بعد الأهلي وتفاصيل انتقاله للزمالك وحاجات كتير جدا هتعرفها أثناء الحلقة فواحد الله صالنا عن نابه وعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة دومينيك كان خارج أكاديمية نواكست الموريتانية ثم انتقل للصفاكسي في سنة 2007 لعب مع الصفاكسي على مدار 3 مواسم ونصف لعب 40 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 5 وعلشان كان بيقدم مستوى جايت جدا مع الصفاكسي في آخر موسم ليه يعجب بيه مانول جوزيل مدرب الأهل وقتها ويطلب التعاقد معاه ويتم التعاقد مع دومينيك لمدة 4 مواسم ونصف بيامة 1.600.000 دولار وهنا تبدأ مسيرته مع النادي الأهلي انضم الأهلي يوم 11 يناير 2011 ايوة نفس الشعر اللي كانت فيه صورة يناير اتوقفت الكرة في مصر وقتها ولكن دومينيك كان مكسر الدنيا في المباراة الودية بتروح الكرة دومونيك 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 يا ولد يا ولد يا ولد شوك لها بقول له يا ولد من قبل ما ايه يعني يشوت هل حيلعب كرة سريعة ولا ايه لعب اهو دومونيك اللي بيكبره دومونيك دومونيك يا سلام على حتى الصراع ولعب اول مباراة اسمها مع الاهلي امام سوبر سبورت يونيتيد ويقدر يسجل اول اهدافه وقتها فرصة جول فرصة جول فرصة جول فرصة جول فرصة جول هوة جول هوة دومونيك هوة دومونيك راحت الخطة راحت الخطة كابي الجول ثم بعدها بيسجل ويسنع امام الوداد في المباراة الشقيرة اللي انتهت 3-3 ولكن للأسف الاعلي خرج من دور المجمعات من دور ابطال افريقيا في المسلم ده اما لو تكلمنا على مستوى الدوري فهوة لعب 13 مباراة سجل 3 اهداف وصنع عرفين ولكن تعودنا ان كل لعب لمباراة هي الايكونة في مسيرتو ودومونيك المباراة دي كانت بالنسبة له قدام الزمالي مع عبدات المباراة احمر السيد مدافع الاعلي بيسجل هدف عكسي بعدها يتعادل جده ثم يتقدم للزمالك حسين ياسر المحمدي علشان منول يخرج يقينه وينزل دومونيك مع عبدات السيد التاني وفضل الزمالك متقدم لحد اخر عشر دقائم من المباراة علشان يظهر دومونيك ويسجل هدف التعادل في الوقت القاتل هنا فكرة ان دومونيك يكون مؤثر مع الفريق اصبحت موجودة وينتهي الموسم ومع اول ست شهر لدومونيك مع الاهلي لعب واحد وعشرين مباراة بما يعادل دقائي لعب 13 مباراة فعلية سجل خمس اهداف وصنع ثلاثة وكانت بدايته فعلا مبشرة ولكن بعد كده ظهرت مشاكل كتير من اللاعب واصبح مش بيشارك بعدد دقائي كبير لانه لعب على مدار موسمين 33 مباراة قدر يسجل هدف وصنع هدفين والبداية المميزة اللي عملها معرفش يستمر عليها اطلاقا وبشكل عام دومونيك لعب مع الاهلي 51 مباراة سجل 6 اهداف وصنع خمسة منهم 8 اهداف فاول 6 شهور بالاضافة انه قدر يفوز بدور عبطال افريقيا مرتين والدور مرتين والسوبر مرة علشان في سنة 2014 يفسخ عهده مع الاهلي وينضمر الزمالي كان بيتقال عليه وقتها الصفقة السوبر وميده كان مدارب الزمالي وقتها دومونيك مع الزماليك كانت ارقامه جيدة لعب 14 مباراة سجل 5 اهداف وصنع اثنين ورغم ارقامه دي ولكن المفاجأ انه تم فاسخ عقده بعد 6 شهور فقط من انتقاله للزماليك رغم انه قدم ارقام جيدة جدا وقدر يفوز مع الزماليك بكاس مصر وقتها ومن هنا تقريبا ما كانش قادر يلعب في كوالة عالي داخل القرى اطلاقا والسؤال هنا يا طفان دومونيك عمل ايه بعد كده اعمل لايك وتعال اقول لك دومونيك بعد كده انتقل للدور الكبروسي من بوابة نادي ارميس ارديبو وسجل 4 اهداف في 21 مباراة وكانت تجربة سيئة جدا علشان يرحل بعدها الاسي جون البتنامي لعب وقتها لمدة موسمين ولكن بعدد مباريات قليل جدا لانه لعب 20 مباراة سجل 4 اهداف وصنع خمسة علشان يرحل في موسم 19-20 الناترينجانو الماليزي وقدر يقدم مستوى كبير جدا وكان قده في الدور وقتها ولكن برضو مش مكياس اطلاقا لانه ده دور يعني تحت السلم وانتهل منه الاكوالا الماليزي وحاليا بيلعب في الدور السنغالي من بوابة نادي اس الجراف وبرضو مش بيقدم افضل حاجة عنده ودومونيك حاليا عنده 34 سنة ولكن مقدرش يقدم المسيرة اللي كان ممكن يقدمها لانه لعب عنده امكانيات مميزة لعب امكانياته عالية ولكن العقلية كانت في الضياع وحتى على المستوى الدولي مع المنتخب الموريتاني مقدرش يلعب غير 6 مباريات فقط ويقول يعني ان اللعب طلب انه اتجنس مصري ويلعب لمنتخب مصر علشان كده ما كانش بينضمن للمنتخب الموريتاني رغم انه كان اول لعب في تاريخ موريتانيا يفوز بدورة ابطالي افريقيا والفضل يرجع لربنا ثم النادي الاهلي ولحد انا الصديقي انا خلصت كلامي عاوزك تقولي في الكومنتات تحت حال دومينيك لو كان ركز بشكل افضل في الكورة ويتم اكتر كان ممكن يقدم مسيرة كبيرة ولا انت شايف ايه وقول لي برضو ايه هي افضل مبارسة فتاعة لدومينيك مع الاهلي او حتى مع الزمالك واخيرا اتمنى قبل باتية في الحلقة ياريت توحد الله لا اله الا الله وتسال على السيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وبعد انس تعمل لايك وفولل الصفحة رسمية على فيسبوك اللي اسمعته فان اهلاوي نتقابل بخير سلام